أعزائي المشاهدين أهلا بيكوا في حلقة جديدة من الرمونتادة النهاردة اكتملت مباريات مهمة جدا في الدولة العام في الأسبوع الخمسة وعشرين البنك الأهلي بيفوز على سموحة واحد صفر في نتيجة مهمة جدا للبنك الأهلي ومطش الحياة الفريقين كانوا قريبين جدا من بعض وفي المباراة التانية الجونة بيفوز يا جماعة الاسكور لازم يتعدل بعد إذنكو الجونة بيفوز على طلاق الجيش فوز مهم جدا 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 للجونة والأسلوميك كيلو باترا بيفوز على المقولين العرب في يعني خسارة بتحط المقولين العرب في موقف صعب جدا خاصة بعد فوز الجونة وبعد فوز الإسماعيلي عشان يكون جدول ترتيب الدور المصري كالقاتي طبعا يعني الجدول موجود معانا الزمالك في الصدارة الزمالك في الصدارة 57 نقطة بيرامدز في المركز الثاني بعد فوزه على النادي الأهلي 53 نقطة فرق أربع نقاط عن الزمالك لسه تسعة مباريات العلي 48 نقطة من 23 مباراة في يوتشر 39 نقطة سموحة نفس يعني سموحة فوت فرصة كبيرة جدا النهاردة كان ممكن حتى لو تعادل أنه هو يطلع يبقى في المركز الرابع البنك الأهلي في المركز السادس بعد فوز النهاردة 37 نقطة طلاق الجيش 37 نقطة سيراميك خليوباترا 32 نقطة فرقه 31 نقطة الاتحاد السكندري 28 نقطة امبي 27 نقطة المصري البورسعيدي 27 نقطة الاسماعيلي 26 نقطة غزل المحلة نفس عدد النقاط يعني 26 نقطة الجونة بعد فوز النهاردة بيعني بيفرق ست نقاط عن مراكز الهبوط ست نقاط في تسع مباريات متبقية وعشر مباريات للمقاولين استر كومبريت 19 نقطة المقاولين 20 نقطة مصر المقصة في المركز الأخير 14 نقطة ده شكل جدول الدوري المصري اللي طبعا يعني الأهلي بيمتلك مباراتين أقل من الزمالك ومن بيراميز الزمالك المتصدر وبيراميز في المركز التاني عشان الجدول اللي قدام حضراتكو ده بيبين لنا إن كان ممكن أي حاجة تحصل لغاية آخر الموسم وإن قرار مشاركة أندية بعد نهاية الدور الأول أندية بعينها بجدول الترتيب بعد نهاية الدور الأول في بطولات أفريقيا هو قرار ظالم قرار ظالم بكل الأشكال طبعا مش غلطة اتحاد الكورة ولا غلطة ربطة الأندية ولا كل حاجة ومعرفش اللايحة دي لايحة مين اللي عملها ولكن في النهاية هو قرار ظالم لأن شكل كده جدول الترتيب هيبقى مختلف فيها أندية ممكن تلعب في أفريقيا السنة الجاية ممكن بيبقوش في الطوب فور وفيها أندية ممكن تبقى في المركز الثالث وتلعب أفريقين شامبينز ليج والعكس القصة ما نعرفش إيه اللي هيحصل في التسع جولات القادمة وعشر مباريات لبعض لبعض الفرق قولين كل حاجة ممكن تحصل أي حد النهاردة يقعب معاك ويقول لكم الزمالك الآرب للفوز للدوري قوله أنت ما تعرفش كورة وهي حد يقول لك الأهل يقول لك اللي هيجي بباطن الدوري يقول لك أنت تعرفش كورة وهي حد برضو يستبع البيرامودز قوله أنت ما تعرفش كورة أي حاجة ممكن تحصل في الأسابيع القادمة ومع انتقادنا للدوري العام وانتقادنا الدائم طبعا محاولة مننا أن احنا نكون فيه مكانة أفضل إلا أن الدوري المصري حلو والدوري المصري دوري فيه مستويات متقربة بشكل كبير جدا جدا ودي حلوته أن فيه مستويات متقربة ومعظم المباريات ما تعرفش مين هكسب مين وبقى فيه فرق كبيرة في الدوري بقى فيه فرق في الدوري دلوقتي ممكن عادي جدا أنها تكسب الفرق الكبيرة مع عودة الجمهور بشكل تدريجي إن شاء الله وبشكل كامل وأنا متأكد بإذن الله هيكون بشكل كامل ممكن ممكن مع التزام جمهورنا بداية من الموسم الجديد الدوري المصري على رأي سيف زهر ممكن يبقى في حتة تانية خالص الدوري المصري ممكن يبقى في حتة تانية خالص